مع دكتور مخيمر حول الجهد المصري كيف ترى دكتور الجهد المصري لأجل أن يستقر الإقليم ولأجل حل قضيتنا المركزية وهي الصراع العربي الصهيوني في المنطقة مساء الخير مساء الدور مصر عملت دائما على فكفكة مشاكل المنطقة ومنذ بداية الأزمة أو الصراع الأخير والحرب والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة تقدمت مصر بأكثر من مرة من خلال جهود لوقف اطلاق النار بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي ولكن إسرائيل هي من كانت يعرقل هذا الجهد المصري على مدار الأشهر الماضية وكل يذكر قبل ثلاثة أسابيع عندما وافقت حركة حماس على المقترح المصري ولكن إسرائيل هي من رفضت هذا المقترح ولذلك هذا جهد مصري يصب في دعم حالة الاستقرار الإقليمي لأن هذا العدوان الإسرائيلي وهو غير مسبوق بالمناسبة على خطاع غزة بحجم الدمار وحجم الضحايا والجرحة الذي حصل على مدار الأشهر الثمانية الماضية غير مسبوق لم يحدث في تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي أن استمرت حرب لمدة ثمانية أشهر ووقع هذا العدد الكبير من الشهداء والإصابات وهذا الدمار غير المسبوق الذي يحصل في قطاع غزة ولذلك منذ البدايات فعلت مصر الدبلوماسية المصرية من خلال عقد اجتماع لجامعة الدول العربية ولقاءات بين وزير الخارجية المصري ووزراء في المنطقة وكذلك سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي مع زعماء المنطقة ولكن كما قلت المشكلة دائما كانت عند الجانب الإسرائيلي المشكلة كانت في مماطلة إسرائيل ومحاولة أن يكون هناك دائما عثرات في أي وقف لإطلاق النار مما يشكل حالة التوتر في المنطقة الموضوع لا يقتصر الآن فقط على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة هناك جبهة مشتعلة ومتوترة في جنوب لبنان مع شمال إسرائيل هناك جبهة البحر الأحمر من قبل الحوثيين هناك بعض عناصر المقاومة سواء في العراق أو في سوريا التي تحاول أن تستغل هذا الظرف من أجل دعم المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة ولذلك المنطقة كما نسمعها على صفيح ساخن وقد تذهب هذه التوترات إلى مزيد من التوتر إن لم يتم احتواء هذا الموقف وكما قلت ثمانية أشهر هي كافية لأن يتحول هذا الصراع إلى أكثر مما هو صراع فلسطيني إسرائيلي